غياب أربعة شباد عراقيين لا أحد استطاع أن يفسرها اختفوا وغابت معهم تفاصيل الرواية تساؤلات طرحت هل هو اختطاف أم كمين دبر لهم أكثر من عشرة أيام من القلق عاشته عائلاتهم ولم يعلموا عن أبنائهم سوى عن طريق مقاطع مصورتان ترسل لهم وهم يعذبون ويضربون تحت ظروف يصعب تحملها اتجهنا إلى أحد المحررين ليكمل لنا جزء المفقود من الحادثة أول ما استدرجونا أكراد كردستان بسليمانيا فمسليمانيا قلونا بسيارة المنطقة اسمها رانيا منطقة حدودية ويا إيران هذه المنطقة الحدود الإيرانية تبع ثلاثة كيلومتر عبرنا الحدود الإيرانية ماشي بحدود ثمان ساعات عبرنا الطرف الإيراني فتلقونا عصابها مسلحين سلبونا وربطونا بالزناجيل واحتقلونا أول ما تصل لتركيا تنطي 700 دولار يعني من العراق لإيران ومن إيران تركيا ومن تصل لتركيا غادي يأخذ منك فلوس تشيك لتشيك من تركيا الشخص الواحد 700 دولار ضغط إعلامي حول القضية إلى رأيه عام ليضع الممثلية الإيرانية في حرج كبير بسبب كون المختطفين في الأراضي الإيرانية مما سبب حرجا كبيرا لهم حتى يخرج القنصر بتصريحات صحفية وبتحديد مكان احتجاز المختطفين وتحريرهم والإمساكي بالعصابة الخطفة بعد اختفاء محمد بيومين أو ثلاثة تم التواصل معي عن طريق الواتساب عن طريق رغم تركي ورغم إيراني التواصل معي محمد بصمات صوت أول شي قال لي بابا أنا حاليا مخطوب على العصابة والعصابة يردون فدية 7000 دولار وراء شوية تقريبا نص ساعة أو ساعة دزول الصور لمحمد دزول مغاطع فيديو انه شون يعذبوه انه مقيد بأيدينا على رقوبة على رجلينا بسناسل ورابطي بقفالة وتقى قصة عودة المختطفين الذين تم اختطافهم على يد عصابة إيرانية وتحريرهم حدثا غامضا يثيروا الكثير من التساولات وإن التحقيق في هذه القصة قد يكشف مع مرور الوقت مزيدا من التفاصيل حول ما حدث وراء الكواليس مصطفى الشماري قناة التغيير مدينة المصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر